موسيقى مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في برنامج آخر ساعة التحالف الدولي يحذر العراق من هجمات لتنظيم داعش الإرهابي قد تكون خطيرة على مستقبل البلاد بالإضافة إلى ذلك هناك أيضا تحذير من رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية سيد حاكم الزاملي والذي قال بأن داعش قد يجتاح مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين فهل بالفعل سيتمكن داعش من أحداث هذا الضرر بعد خسارته لجميع الأراضي في العراق سأناقش هذا الموضوع بعد مشاهدة هذا التقرير فلنشاهد تطرح الكثير من الأسئلة عن مصير داعش في العراق أو سوريا على حد سوى المشهد الميداني في العراق خصوصا بعد التراجعات العسكرية المتتالية للتنظيم وتأكل مواقع نفوذه والقضاء عليه في الموصل وباقي المدن العراقية ولكن السؤال الأهم هل انتهى داعش فعلا كتنظيم وقوة على الأرض الجواب كلا لأن تقارير دولية تؤكد على وجود خلايا نائمة يمكن أن تفاعل نفسها من جديد بدعم أما أكليمي أو دولي حسب مقتضيات المرحلة المقبلة وتبدو سلسلة تراجعات داعش الإرهابي الذي أعلن خلافته على دولته المفترضة في كل من سوريا والعراق في يونيو حزيران 2014 في الأشهر الماضية ذات دلالات تطال مسألة الوجود ذاتها وفي قراءة للواقع الميداني وبعد هزيمته في كافة المدن العراقية تبقى مسألة وجوده في الموصل أو المدن العراقية الأخرى شبه مستحيلة ولكن على العراق ودول العالم اجتثاث هذا الفكر المتطرف من جذوره لوجود خلايا نائمة يمكن أن تشكل خطراً أخراً على العراق وسوريا في العديد من الخطوات أهمها تفعيل الجهد الاستخباري مسك الأرض التي احتلها خلال السنوات الماضية وعلى كافة المعنيين وضع منهاج للحد من التطرف الديني وضمن هذا السياق تنشر التقارير الدولية أن المعركة مع داعش لم تنتهي ومستقبل التنظيم على ضوء المتغيرات الميدانية والعسكرية مستمرة وهنا يتطلب تكاتفاً دولي للحد من انتشاره من جديد إضافة إلى تجفيف منابع تمويله والدول المساندة له من خلال فرض عقوبات ومراقبة كافة المدارس التي تسهم في نشرها كذا أفكار عدوانية العديد من السيناريوهات لبقائه وأساليب عمله ومخططاته الممكنة في المرحلة المقبلة يمكن مراقبتها إذن سأناقش هذا الموضوع مع ضيفي هنا في الستوديو الخبير الاستراتيجي والباحث في الشأن العراقي أستاذ رعاد هاشم أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا حياك الله سهلا شكرا أستاذ رعاد خلينا نبدأ من هذا الكلام الخطير الموجود تصريح لرئيس لجنة الأمن الدفاع النيابية يقول لك بأنه داعش عنده مكانية اجتياح سام الراء يعني معقولة داعش بعد كل هذه الخسارات يجي بإمكانية بعد هذه الفترة أنه يقدر يسيطر على مدن ويدخلها ويسبب كل هذا البلاء والمشاكل معقولة يعني الحكومة العراقية عدها ثغرات بهذا الحجم بسام الراء على سبيل المثال حيك أخي أحمد ومتابعين كرام يعني هو الرأي يعني من حق أن يتحدث لأنه رئيس اللجنة الأمنية في البرلمان والرجل يعني محسوب على التيار الصدري وعلى سرايا السلام اللي متواجده في سام الراء لذلك هو لديه يعني معلومات حتما واستشعارات واسيما أنه قبل أن يطرق هذا التصريح بيوم أو يومين كان هناك فعالية أمنية يبدو لسرايا السلام ويعني قضية على أكثر من ثلاث أو أربع انتحاريين في عملية أمنية طيب رغم أنه العملية الأمنية ما عرف يعني ما شاهدناه ولا يعني صور قتلى أو صور ما يشير لهذه الفعالية الأمنية طيب طيب يعني كثير من القطاعات الأجهزة الأمنية تعالج مواقف في مناطق طيبيجة كذلك في مناطق قريبة من الطوز ومناطق أخرى قريبة من يعني أعالي الشرقات وما شاكل حدودها مع الحويجة ليش هذه البؤر موجودة بمحافظة صلاح الدين لحد الآن عكس المحافظات الأخرى بالعراق لا هناك أيضا حتى كنت أريد أكمل أنه مناطق في الحويجة أيضا طيب إن كان يريد أنه يتحدث عن سامراء بحكم هذا الاختصاص كونه لجنة أمنية أقصد السيد الزاملي فموضوع سامراء من اختصاص صراعي السلام وهو قد تحدث بما يعني موجود لديه من تحسس أو من استشعار لخطر ما طيب على معلومات موجودة لديه لكن حينما يتحدث عن صلاح الدين كان الأجدى أن يتحدث عن هذه المخاطر في تلك المناطق التي أشرت إليها طيب كذلك إذا أراد أن يتحدث عن كل العراق فالأجداء أن يتحدث أيضا عن الحويجة وعن ثغرات وهفوات في الموصل واختراقات أمنية على الشريط الحدودي نحن نسمع يوميا عمليات على الشريط الحدودي مع سوريا بممارسات أمنية لقوات أمنية مشتركة يبدو للحجد الشعبي وشرطة الاتحادية والحدود هذه كلها يجب أن تذكر يعني باهتمام عالي فضلا عن الخطر الاجتياح سامراء رغم أنه سامراء في وجه هذا الاجتياح الغاشم لداعش الإرهابي كانت سامراء محمية وآمنة حصل عليها اختراق قبل دخول هؤلاء القوى الارهابية الغاشمة في حزيران من 2014 حصل تعرض واختراق ودخلوا إلى مسافات معينة من القضاء نفسها مركز القضاء في سامراء ولكن أبيدوا عن بكرة أبيهم خلال ساعات طيب ما أريد أن أقوله طيب أنه الذي يعني كان المفروض أنه يعني يطرح هذا الموضوع على الشكل شامل بشكل شامل يعني هو دا يهول بالموضوع بالنسبة السامراء يعني خلينا نحكيها بصراحة لا أنا أقصد التخصيص على سامراء ليش يعني هو الرجل لأنه يعني سرايا سلام تعني أنا يعني هذا أيضا تساءل نفسه طيب من خلال جنابك يعني واستكمالا لسؤالك أطرح أنه يعني هذا الأمر حقيقة حينما يطرح بمثل هكذا شخصية يعني بالدولة أو بالبرلمان هذا الأمر يقلق يعني مرة من المرات إحدى الصحف الأجنبية أيضا طيب طرحت يعني معلوماتها في وقتها قبل أشهر يعني كانت معارك الموصل قريبة أن تنتهي ونشر هذا الخبر منهم من أكدوا منهم النفاء على لسان صحيفة أجنبية أحد من دو بها قال أنه خطر يداهم صلاح الدين في عودة داعش إليها لا سمح الله وهنا يعني حقيقة صار حقيقة شيء من توجس ويعني رهبة لدى الأهالي لأنهم لاحظوها ويعني وتابعوا كيف أنه ممكن أن تثير مثل هكذا أخبار روعهم ومنفس الأهمية أيضا نقول أنه مثل هكذا أخبار مثل هكذا تقديرات لو جاءتنا ربما من التحالف أيضا سنقول تهويل والقوات الأمريكية أو القوات الأجنبية تريد أن تبرر تواجدها وكذا بس هذا مو تأكيد اليوم خلينا نكون صريحين كل هذه التصريحات حتى يكون تأكيد على تصريح السيد حاكم الزامري يقول لك بأنه داعش اختار سامراء لسبب لإثارة الفتنة الطائفية يعرفون التنوع الموجود وهذه ضربة في المكان الصحيح من تنظيم داعش الأرهابي بما أنه هو منهار وهذه عودة من بوابة كبيرة جدا البعض يقول لك بأنه حقيقة كل كلام التحالف الدولي والصحف الأجنبية وغيرها كل أثبت اليوم بتصريح لجنة الأمن ودفاع النيابية هو استثارة الأمور الطائفية غير مستبعد طبعا هذا واحد بين فعلا الهواجز والمخاوف فعلا ولكن هم المسؤولين أمريكان الأمنيين العراقيين وربما حتى إذا تصفحنا أو طالعنا التصريحات للجنة الأمنية ربما أو لمسؤولين أمنيين من هذه الأجهزة أو تلك سنجد حتما وأنا متأكد من هذه لأنه قارها كثير للتصريحات الأمنية لمسؤولين بالدولة يقولون أنه يعني داعش يعني حتى مع هزيمته في هزيمته في صلاح الدين وهزيمته في الرمادي والفلوجة قبل حتى هزيمته في الموصل يقولون أنه بات من الصعب جدا أن يهيمن أو يسيطر داعش على مدينة بعد الآن طيب هذا قبل الموصل ممتاز ليش لأنه يقولون أنه داعش من طبيعته أنه لا طبيعة قتالة طبعا أو عقيدة القتالية أنه لا يحتفظ بالأرض طويلا ممتازا إذن أنت يعني شنها التنبؤ هذا تريد تشوفهم على سامرة أو يعني توحي أو يعني عندك هواجس أنه سيعودون أو يحتلون أو يكتسحون مممتازا إذن يكتسحون تصريح كأنه يكتسحون سامرة هم بعزية قوتهم الغاشمة وكانوا بإمكانهم أن يحتفظوا بأكثر من مدينة يم سامرة وبنشروا أو قريبا منها يعني هما ما يتمتعون بقاعدة مثلا الدواعش لحد الآن ممكن يستمدون منها قوتهم حتى يقومون بإكتساح مثلا لا سامح الله ما يسيطرون على مدينة أستاذ أحمد هو الآن لعلك تتابع أيضا طيب كثير من الخبراء المعنيين بهذا الشأن شأن مكافحة الإرهاب طيب متابعة أحداث القضايا التي تخص داعش يؤكدون أنهم لا طيقة لهم وكما قلت لك حتى قبل معارك الموصل هذا الاستنتاج قائم وأثبت فعاليته ربما يغيرون أو يقومون بغارة قتالية ما بناء على منطقة واهنة هنا أو بناء على ترهل أمني في منطقة أخرى أو غفلة أمنية كما حصل في الحويجة بالسعدونية هذه الأمور ممكن أن يستغلوها ممكن الجو عامل الجو الآن تغير الوضع يعني ضباب غبار عجاج كذا يستغلوها ممكن أنه يحققون غارة معينة أو هجمة معينة غاشمة من دون السيطرة لم يقو أن يسيطروا على ناحية أو قرية ما في أقاصي المناطق طيب في حالة لا سامح الله فعلا صار هذا الموضوع داعش الإرهابي متوقع من كثير من الخبراء أنه يهاجم المراقد المقدسة الموجودة في سامراء وبالتالي هذه هي فكرة الدواعش تعتقد في حالة استهدافهم مثل هذه المناطق أو المواقع المهمة بالنسبة للشعب العراقي ممكن نرجع نشوف فتنة أخرى جديدة ممكن تمزق بالمجتمع العراقي لو المجتمع وعى على هذه الأمور بعد ما يقع بهذه المشاكل الله لا يسوي هذا الشيء استاذ أحمد هو يعني يحقق كل السيناريوهات الخبيثة والإجرامية متوقعة من عدهم ولكن طبعا هذا الكلام يعني مردود على الذي يطرحه ليس أنت يعني بصفتك سائل وإنما أقول من يتخوف أو يخشى هذا الكلام أو هذه المواقف أن تحصل لا سمح الله هو بسحبة انسحاب الجيش كله من الموصل نزولا إلى صلاح الدين وحتى من الأنبار وما صارت هاي الفتنة بسامراء تريد الآن استعداد عالي وقوات أمنية متأهبة ويعني قضية على الصفحة الأكبر من هذه الواجهة الإرهابية المقيتة تريد الآن يعني هم بس خالي تحزمون بحزام الانتباه وتأخذهم الغفلة ولا لو يجميت الله خالج داعش طيب ما تتوقع أنه سيد الزاملي مثلا يعني شافي أنه أخو خلل أمني عندنا أو ترهه المعين وحذر من الموضوع يعني إحنا مثل ما أنت تقول عندنا قوة وعندنا ما شاء الله يعني حتى في أصعب الظروف قاتلنا داعش وانتصرنا عليه طيب ليش هو بالذات بهذا التوقيت يطرح هذا الطرح يعني لو هي غارة فعلا مثل ما تقول ليش هو يصرح هذا التصريح ويقول لك اكتساح ويطلق كلمة فعلا يعني الرجل يعني خطيرة جدا اجتياح اجتياح طيب هو شوف الرجل أمانة يعني أنه متابع تصريحاته هو رجل جريء بالتشخيص زيان ولعله هو من بين القلائل يعني الذين شخصوا موضوع وجود فساد في السيطرات وحتى أنحى باللائمة على كثير من أناوين وأجهزة لذلك تحسب له حقيقة مواقفة جريئة في تشخيص الخطأ وإن كان موجود هكذا شيء طبعا يعني إن سمح الوضع أنه يعلنه فهو أعتقد لا يتأخر بالإعلان عن هذا الشيء ولكن ربما جراء أمني احترازي لا يطرحه وهو أنبه من أن يطرح قضايا ممكن أن يستفيد منها العدو فربما كان أو قد طرحها يعني في مجالات اهتمام أمنية أو قنوات اتصال أمنية يوصل مثل هكذا شيء أنت تتحدث عنه أنه ربما وجد بعض مكامل الخلل ولكن يعني هو يعني أؤكد أنه فعلا إذا يعني حصل فتحصل مواجهات ومواجهات على الهامش وبعيدة سألتني عن وعي الناس وانتباههم وانتباهتهم وحذرهم صار وعي الجماهير قاطبة يعني وخاصة من يعني ذاقوا الأمرين من جراء وجود هؤلاء الغاشمين والأرهابيين صار عندهم وعي ويعني إدراك حقيقي بأنه هذا المد التكفيري الأجوف الخبيث لا مكان له في يعني في عراقنا وفي مناطقنا ولا سبيل إلا بمساندة القوات الأمنية والإخبار عن كل ثغرة أو كل هفوة أو كل إرهابي لا سمح الله ممكن أن يستغل في الجو القرار اللي أصدر الأعبادي الأخير اللي هو بمساواة الحجد الشعبي مع الجيش العراقي من ناحية المرتبات وغيرها مؤيدين كثيرين وبعض النقاد على الموضوع لكن اليوم يا سيدي هذا القرار اللي أطلق الأعبادي يأكد أهميته حقيقة لأنه هو فعلا إحنا في حاجة هذه الأمور يعني هذا التحذيرات الكبيرة من الإرهاب تؤكد أهمية الحجد الشعبي ودوره والرجل العبادي اليوم وصف في العديد من الصحف بأنه هو نزع فتيل أزمة سياسية كان من الممكن لو فعلا ما تصرف هذا التصرف وقر هذا القرار كان من الممكن أن يصير اجتياح لا سامح الله أو استغلال فرص يعني بالتالي تضع العراق في مستقبل يعني لا نعلمه حقيقة ما شفت بأنه هذا فعلا هذا الرجل لا تحسب له هذه الحركة بالتأكد هو هذا الموضوع يعني بيع عملية إدارية وتنظيمية كان يجب أن تتحقق قبل هذه الفترة ويعني منذ قرار القانون الحجد حتى يعني لا يصبح هناك أي مبرر لموضوع التأخير يعني الاعتراض على هذا الشأن أو ذاك على موضوع الرواتب أو على موضوع التصنيفات الإدارية والتنظيمية جاءت أيضا بالتوازي أو باليعني الوقت اللي يعني أقرت فيه الميزانية وإن أضيف عليها يعني بعض الأموال ربما من صندوق تبرعات أو مشاكل في موضوع تسديد هذه الميزانية الرواتب للحشد لذلك يعني فعلا الخطوات خطوات إيجابية وربما يعني إن كانت متأخرة ولكن قد تكون فيها يعني حكمة ما أنه يعني بقصد أنه دراست الموضوع أعمق وكذلك يعني ينطبق الحال عليه موضوع الرواتب في كردستان طيب صناديق التبرعات اللي أنت تتحكي بها الآن يعني هذه مثلا رح تضطي إضافة وزيادة الحشد الشعبي عن سائر المؤسسات الأمية هذا قصدك؟ لا لا أخي أحمد أولا يعني فيما تذكر حينما أقرت الميزانية طيب صار بها حتى إلى يعني من جهات ما من الحشد طيب شبه تخوين أنه ها الميزانية ما تكفي وها بس المبلغ الفلاني كذا يعني ما يسد الوضوع التخصيص ما يسد احتياجات ويعني إضافة للرواتب احتياجات الحشد لذلك يبدو هناك تخريجة صارت يعني بالموضوع أو إضافات معينة من قبيل هاي التبرعات ولكن لمسنا اليوم بعض الاعتراض عليها من هذا المسؤول في الحشد أو ذات على أنه ربما تكون يعني هذه صنادق التبرعات ربما يعني عملية غير مستدامة أو يعني غير متواصلة ربما تتوقف في وقت ما نعم ولكن الحقيقة الأمر الآن يقتضي المعالجة السريعة وهذه المعالجة يبدو تفاداها السيد العبادي في موضوع يعني لملمة أو إضافات من هنا وهناك كما هو الحال عليه في رواتب كردستان أو التخصيص الذي حصل على موضوع الميزانية وحصة كردستان طيب بحيث يعني يحصل بها عملية توازن وعملية سد حاجة بالتأكيد طيب خلينا نجي إلى رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي طلب بانتشار قوات الجيش بكاركوك بعض المناطق من محافظة كاركوك حتى لأنه في رأيه أنه الأمن يخوف هناك أمور ممكن يتأثر على الانتخابات ممكن أصوات تأتي من هنا وهناك بالتالي محتاج الجيش بأنه ينتشر بكاركوك السؤال يا سيدي الكريم هل فعلا إحنا عندنا تأثيرات بهذا الحجم اللي هو قاعد يحشي عنها بأنه هي ممكن يتأثر سلبا مثلا يعني على الانتخابات يعني إحنا عندنا الحجد الشعبي موجودة عندنا قوات أمنية موجودة معقول أن نشر بعض قوات بكاركوك يعني هذه المخاوف شوف يعني إذا أخذناها من وجهة نظر سياسية طيب التركماني يعني لديه مخاوف من أنه منين معرف يقصد داعش لو من البيش مرقة يعني ما هو عنده مخاوف يعني ربما قال بعض الأطراف هو لازم يسميها حتى يعني حتى المركز يعني أو الحكومة تعرف وهي حتما تعرف ما يخاف يخاف يستهدفوا مثلا ما تعتقد أنه يستهدفوا إذا إذا سمى طرف مثلا معين ما يعرف أنت محن ما يعرف هو شون الوضع بكاركوك أكيد هو يعني حتما المخاوف الأكبر من وجود خلايا نائمة لداعش وربما تستغل هذا اللا استقرار اللي ربما تحدث بعض الاحتكاكات خاصة تعرض مقرات في تركمانية في كاركوك إلى حادث أو حادثين ربما آخرها يوم أمس وحتى وقع ضحيتها شهداء من الجهاز مكافعة الأرهاب مخاوفه أيضا ربما حتى من البيش مرقى لأنه على خلاف بس هو ما تعتقد بأنه من يقول لك بعض الأطراف خلينا نكون صريحين اليوم للمشاهد ما يقصد داعش يعني لو يقول داعش يقول داعش ما حت خايف من داعش اليوم لا لا بالتأكيد هو من تسأله حتما يعني راح يقول لك يعني همي أنا خاف من داعش فيما إذا تستغل الخلاف ما بيني وبين الكراد ما بيني وبين أي جهة سياسية أخرى يعني الأجدى به طبعا يعني أنه لا يظل أنه ما معنى أنه يعني فقط يعبر عن مخاوفه ويعبر عن توجساته في موضوع الانتخاب وما عرف إيش من هال يعني الهواجس اللي عنده الأجدى بأنه هو والأكراد يعني هما يعني يكركوك ما جعت لهمكم يعني وتفاوضون أو تلتقون على النقاط مشتركة وفي أقل تقدير هسا يعني فقط وقت الانتخابات وقت الانتخابات اقتربوا لبعض تصالحوا لبعض أو مع بعض هدئوا يعني أنت مثلا صحيح هو تعرض ربما إلى هجمة أو أكثر في مقراته ولكن يعني لأكن أنا أحسن من غيري وأبدي خطوة يعني بالمقابل صحيح أنت يعني في صف الدولة أو بجانب الحكومة المركزية ولكن يا أخي أنت أقدم على من تتصفهم بهذه الأطراف وهي من بين الأكراد يعني من بين الأكراد الاتحاد الوطني اللي هو تابع الجلالة الطلباني بس ليمانية وكذا لك الدين مقراطي بأربيل شوف أنت ويامين أكثر شيء متشدد خففها وإذا ما أقبلوا عليك يعني أو ما تواصلوا معاك بنفس الروحية لا والله أطلب قوات عشر مرات يعني بس يعني أنت الأطراف السياسية هس أنت تريد تشملها الخلافات اللي بالمركز وبغداد بين الحزاب السياسية وهذا التناحر السياسي تريد تشملها النوبة بكركوكية رقعها بقعها الزغر يعني وأنا أعتقد ويعني وجازمين يعني في موضوع كركوك أنه كل الفئات والمكونات الموجودة والله العظيم مثل خليط النحل ومثل شلون يقولون الفسي فساء وشلون يقولون المكونات الوردة شلون تقولها اللوحة الزاهية المتجانسة بيها من كل الورود هالشكل ترى جمع هير كركوك وأبناء كركوك طيب بس هاي التحزبيات والثير حساسية هو مو من حقه يطلع على الإعلام ويقول هذا الكلام يدري وين يشتكي بالعراق ماكو أي مكان يروح يشتكي لإل من يشتكي رجل خائف ويقول لك يا با احنا جبهة تركومانية لا حول ولا قوة ومحتاجين إلى قوات الجيش يعني حتى لفظها بلفظة الجيش يعني ما لفظ أي فصيل مسلح أو كذا وطلبها على ما يبدو طلب يعني مباشر إلى العبادي بالمقابل أيضا الكرادي يقول لك احنا من يجونا لحشتها من تحسس وها ومناطق متنازع عليها هاي اللي خارج كركوك خارج المركز وإذا هميا وراها الريد والله قوة من البيش مرقة تيجي هنا لأنه البارحة كان تصريح لأحد المسؤولين الأكراد أنه احنا ما نأمن والله بل يعني واحد منهم يعني عنده تصريح جدا خطر أنه ما يشعرون أنه جيشهم العراقي أو الجيش العراقي حاميهم أو يعني يأمنون بيه ولهذا يريدون يعني قوة مشتركة أيضا البيش مرقة هاي اللي هواجس والمخاوف يا أخي شون تقضي عليها؟ بيتذويب هذه المشاكل وفك أقد هذه الحساسيات أو الحزازات الموجودة لأنه كما قلت لك يعني أنتوا عدوكم واحد يعني هو الأرهاب يعني داعش هالسع والله يعني عود شوية بتاع الداعش على المركز هالسع والله بعض أطراف زين يعني إحنا يعني شلون يظل كل ما اللوذ يعني لوه بجهاز مكافة الأرهاب لوه بالجيش لوه بالهات ما جائز يعني هذا التوتر يوحي أو هذا الشكوى أو الشكاوى توحي بشيء آخر السادة أحمد الموضوع أنه يعني هذا ولا المسؤولين يبدوا ما جاء يشوفوا لا العبادي ولا رئيس الجمهورية بدليل شالشينة بالإعلام وسائل الإعلام يعني وبالتصريحات وبالفضائيات أنه يا سيد العبادي يا نوجه للسيد العبادي يا بوه وين عنكم يا سيد العبادي طيب خليني أجل لك هذا التصريح على السيد العبادي عندك القيادية بحزب الاتحاد الوطني الكردستاني جوان إحسان قالت بأنه بالحقيقة هذا عملية توزيع الرواتب للموظفين بالإضافة إلى أيضا فتح مطارات الإقليم هذه كلها دعاية انتخابية يعني بشكل غير مباشر إلى الحكومة العراقية ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لأنه مسؤول مباشر عن هذا الملف يعني لما يجيك تصريح بهذا الشكل ما تعتقد بأنه وكأنه ما سويني شيء بالنسبة للقضية وكأنه بغداد ولا تفاوضت ولا سوين شيء بعد نفس الصوت يطلع لنا كل يوميا هو أهمي أنه يكون من يرد عليها يقولها أنت عجل لذا مراش على الانتخابات انتهاية دعاية انتخابية إليك يعني مهي يعني وحدة مقابلة الأخرى أليك إلى الاتهام يجي الاتهام مقابل هاي شيء صايرة طبعا الطابع الأحزاب فيما بينها لذلك نقول أنه يعني بتقديري هاي المسألة يعني هي بعيدة أن تخضع للدعاية الإعلامية والانتخابية لأنه يعني الآن أنت تلاحظ حضرتك وإحنا مجبلين عن الانتخابات كل حركة كل فعالية كل نشاط هاي دعاية انتخابية يعني يجعل ما واحد يعني يروح للدوام ماله رئيس مجلس محافظة مثلا أو يعني حتى إذا محافظه مرشيح إذا راح للدوام ماله هاي دعاية انتخابية شو قبل ما يروح للدوام مثلا بس هي من وجهة نظرها للنائب جوان إحسان بأنه يعني أنتوا ليش ما سويتوها الآن ليش سويتوها بعديا كان من المفروض أنتوا تسووها من البداية وليس الآن لا مهي خضعت لدراسة أخ أحمد إحنا تحدثنا في أكثر من لقاء كيف أنه يعني محصرمها تحصرم السيدة العبادي ماسكها للخرجية ترى على الكل يعني بالمناسبة ومبسأة الكراد ولو من الأول هاي شكل صايرة كان ما راح هل راحت هالأموال الطائلة والفساد وهذا ليس متحن للعبادي لأنه أيضا هو له عالية مقصرية في موضوع الفساد ويعني عدم يعني التسرع في موضوع أو الإسراع في موضوع ملف الفساد لأنه أيضا نقول الوقت يعني يداهم موضوع الانتخابات قادم ويعني أيضا هذا التردد والتأخير ربما ما رده أيضا حتى لا يعني تحسب جدام الرجل أو تحسب أمامه أو من خلال الجو السياسي العام أنه هو الرجل جاعد يدور دعاية انتخابية يعني إحنا ساعة إذا كل شي اتهام بيدعاية انتخابية ولا نبطل لأن مكافحة فساد ولا نوزع رواتب ولا نفتح مطارات يعني هذه هم حقيقة عقبة كأداء ويعني تحتاج إلى حسب ولكن ما نتابعه وحتى خبر قبل قليل أنه وفد من المركز ويبدو برئاسة البنك المركزي هكذا شيء مرسل من الحكومة إلى الإقليم لبحث موضوع منافذ رواتب كذا وهذا الوفد الثاني أو الثالث ووفود أخرى كانت مقابلة هذولا ما جاعد يلعبون هذولا الوفود طيب فيها خبراء وفيها اختصاصيين بس استاذ رعد قعد يقسمون خلني نكون صريحين الطرح اليوم الموجود بمواقع التواصل الاجتماعي يقول لك يعني إحنا ليش نقول دعاية انتخابية ليش نشوفون كل شيء الآن دعاية انتخابية لأنه دا يزداد نشاط المسؤولين عند اقتراب الانتخاب كل ما تقترأ وكل ما تشوف المسؤول يطلع لك على التلفزيون ويشرح لك ويحشي لك ويمشي لك بقضية قضيتين ويحلك أمور ويتوعد لك بأمور انت ما سامع بها يعني سنين انت عمرك ما سامع بها وانت قاعد على نفس الحال يعني حتى حال هذا نفس حال الناس اللي موجودين في جنوب العراق هذا هذه معاناتهم فيقول لك هذه كلها على الانتخابات ونصوت له ويفوزه فيما لا مع السلامة ولا يحلك مشكلة ولا شيء لا هذا صحيح هذا الكلام فعلا اذا ما طبق على مسؤولين آخرين ولكن نحن نتحدث عن موضوع يخص المركز ويخص الحكومة لا بس انت ذكرت لي كل شيء احنا نقوله دعاية انتخابية وبالتالي ما راح نقدر نسوه شيء اغنى اقصد الملفات الرئيسية فقط بهذا القطير اغنى اقصد الملفات الرئيسية وانت سألتني عن موضوع الاخرد النائبة الكردية طيب التي يعني موضوع اتهام للحكومة او للسيد العبادي مباشرة حسب تصريحه انه يروم بهذا التأخير دعاية انتخابية مو هي من حقها تمثل الشعب الكردي مثل ما انت سقيت لي مردود عليها مو من حقها نعم نعم بس انا اشوف انه هسا العبادي بكثر ما يعني مليء خلو نقول بمفردات كثيرة تؤهلوا انه يخوض الانتخابات يعني برهاوة انصح التعبير طبعا وهذا من مزاج الناخب سواء انتخبه او لا بس قصدي عنده مفردات وعنده يعني صار سجل يعني او سيفي حافل بأشياء يعني كثيرة هو ما محتاج انه يعني يستغل تضيق على موضوع الرواتب تاي اخرها والله بالشي لي يجي الدعاية انتخابية المطارات ما يفتحها تالت يجي الدعاية انتخابية مو نحشي بالمنطق يعني قالت بانه كل التصريحات للاكراد وهذه عملية انسحابهم من العملية السياسية بالعراق هي فقط كلام اعلام ما تتعدى اطار الاعلام فقط بدون اي حركات بدون اي واقعية على الارض معقولة يعني فعلا احنا في هذا الاطار فقط احنا قاعدين بالاعلام نطرح هذه الكلام والتصريحات من الكرد وحينسحبون وكذا هم بالفعل ما يقدرون نطرعون من العملية السياسية لو الكرد فعلا قد يكونوا عد كلمتهم مثل ما سواوا بالاستفتاء مثلا سابقا وسعوا بالموضوع من السيد مسعود البرزاني من سعى بيها كان يتكلم بيها كثيرا ونسواها فعلا عند الاكراد موضوع حرج وليس هناك من وقت للمناورة يعني الانتخابات اقتربت وهذا الامر مفصلي والمشاركة حتمية لا نقول باجبار من قبل الارادة السياسية الدولية ممثلة بامريكا وانما يعني مصيريا هم الاكراد يعني باتوا يعرفون اقصد من يمثلوهم بالجانب السياسي يعني المكون باتوا يدركون انه يعني مصيرهم اهل العراق يعني هم مجبرين ان يكونون يعني شنو شنو هساني اسألك سؤال بشكل ثاني شنو اليجبر الكرد والنواب الكرد انه يبقون مع العملية السياسية اذا هم اربع عشر ساعة شكوى من الظروف الموجودة بالعراق ودعايا انتخابية ورواتب قليلة والموازنة قليلة وكل هذا الكلام شنو اجباء مجبأة ليش مجبأة لكم دعوة لكن بالجانب الاخر حينما تتابع طرحهم طيب تنظيرهم السياسي تجد انه هم احرص على ما يسموه من انجازات قد تحققت له جميل يعني حتى نبتعد عن اقتناص التناقضات التي تحصل طيب في المناورات السياسية بين هذا المكون او من يمثل هذا المكون ومن يمثل مكون الاخر فعلا هي تصريحات اعلامية برأيك يعني واضح فعلا انا لا اريد اتبنى كلام النائبة طيب ولكن كل الامور المطروحة بالساحة تشير الى انهم كما اقول دائما انه الاكراد مفاوضون جيدون وهم يدركون مصلحتهم تكمن انه يكونون ضمن اطار الدولة الواحدة ضمن اطار الفيدرالية الواحدة المشتركة للعراق الواحد وهم يعني هم يعلنون انهم قد حققوا مكاسب لا يريدون ان يفرطوا بها فكيف بهم ممكن ان يضغطوا ممكن ان ينسحبوا من هذه الجلسة او تلك ولكن ان يقاطعوا العملية السياسية هذا لن يحصل مطلقا طيب ممتاز السيد بشار الكيكي كان الى تصريح حول البككة وجودهم بابنية حكومية في سنجار قال احنا انطيناهم عشرة ايام حتي يطلعون كمهلة للبككة ان يطلعون من هذه الابنية وينسحبون من سنجار بتعتقد هذا التكتيك يعني تكتيك صحيح راح يخدم العراق فعلا وانه احنا تعلمنا ام القصف التركي اللي دي يصير على سبيل المثال اليوم على البككة يعني هو اكبر دليل انه ماكو مهلة حقيقة على الاقل من الاتراك اللي قاعدين دي يقصفون وبالتالي احنا اول وتالي احنا راح نتوجه الى عملية قصف وضرب يعني هذا التكتيك تعتقد حينجاه هو الاخ الكيكي رئيس مجلس محافظة نينوان نعم تحدث عن هذا الموضوع قائلا بانه نسق للامر او تداول به مع المركز مع بغداد بزيء والاتراك اسمح لي بغداد كان في ضيافتها رئيس الاركان التركي قبل ايام جيد الوكسة الحقيقة نعم تفشل انه بككة تسيطر على اماكن حكومية في سنجار يعني وجود بككة الخطر اللي يعني حقيقة طالما وصفه من جهات غربية بانه يعني بالصنف الارهاب او يصنف كارهاب يسيطر على قضاء عراقية وقضاء عراقي بارز وفيه اقليات طبع يعني اهتمت بها دول الارض كلها طيب لعلنا يعني موضوع يعني السبايا موضوع داعش الارهابي كيف سبا يعني في سنجار هناك حقيقة لزيدين هذه تفرض مسؤولية كبيرة هناك اتهامات سابقة لبعض فصائل هنا وهناك بانه هي من ان لم تدعم بككة فهي تتناغم مع بعض خطواتها لانه لغايات معينة يعني ما اعرف قاتل او داعش او بالضد من توجه من فصائل كردية ما اعرف لانه اختلطت الاوراق فهذه المسألة يعني هي تأتي ضمن خطوة ممنهجة يبدو وايضا يعني مدروسة وذكية ايضا من قبل رئيس مجلس محافظة نينوى ولكن قل لي هل هم على ضوء هذه المناشدة سيخرجون يعني اشك انا في ذلك وكانت يعني مسألة سنجار دائما محاطة بيعني حقيقة هواجس وتخوفات معنى انه وجود هؤلاء العناصر وجودهم جئ به بصفقة ولا يخرجون الا بصفقة اما يعني بعد عودة النازحين وان كان يعني حقق عددهم محدود الى سنجار ويصار الى ضربهم في المراكز الحكومية ليسوا في الجبال وليسوا في الكهوف هم في المراكز الحكومية فكيف يعني حسب ما سمعنا انه هناك عملية عسكرية مشتركة ما بين الاتراك والعراقيين او الجيش التركي والجيش العراقي قوات امنية مشتركة ما عرف شلو انتصل هاي القوات الامنية العراقية لانه مناطق نفوذ يبدو يعني فيها بعض المصاعب او العوامل اللوجستية اللي بيها يعني امور ربما تشتبك مع قواعد قتال هناك ولكن يعني هذه العملية او طرد بككة ستسفر عنه الايام القادمة عن تطورات وتطورات لا تقل خطورة عن ما يحصل في عفرين لا ما يحصل في مناطق اخرى تستهدفها تركيا طيب رئيس تحالف القوى العراقية النائب صلاح الجبوري وخلينا نجعل انتخابات تصريح مهم جدا قال بي بانه في الحقيقة النازحين الموجودين في ديالة داخليا يعني مفوضية الانتخابات اعتبرتهم بانه هم اسوة مع النازحين من الانبار ومع النازحين الاخرين هالشكل اعتبروهم طريقة تحديث سجلاتهم وكذا مثل اهل الانبار مع العلم هم رجعوا داخليا الى ديالة بالتالي اعتبرها سابقة خطيرة وحمل لعبادي مسؤولية الموضوع كله يعني لم يحمل اي جهة عادية فبالتالي يعني السؤال اللي اريد اطرحه اليك واتماني من الزميل المخرجة ان يرجعلي يعني السؤال حقيقة احنا معقولة يعني كل قضية موجودة بالعراق نجي نحمل بيها العبادي العبادي تعال ادخل بهذه القضية العبادي تعال ادخل بهذه القضية هذول النازحين رجعوا وكذا يعني ما المفروض يوجه كلام مثلا مفوضية الانتخابات او المسؤول في محافظة ديالة او يعني هؤلاء المسؤولين هم المسؤولين يعني عن المحافظة ما معقولة كل شي يدخل بها العبادي شون رأيك هو الموضوع يعني يخص المفوضية ويقولون ان المفوضية مستقلة لذا هو يتوجب يعني عليه مع احترامنا للشخص جميعا انه يطرح شكواه على المفوضية الا اللهم هذا الامر يعني لا تستمع او لا تصلي اليه المفوضية طيب يعني كثير من الشكاوى تخص المحافظات يعني وجدنا قبل ذلك ايضا محافظة صلاح الدين تطالب بقوات امنية وليحفظ الانتخابات وهنا كما ورد في بديالة طرحك ايضا انه في كاركوك ايضا في كاركوك شبيه كاركوك وضحة غير شكل المخاطر مثل ما ذكرت جرابك يعني كل الامر ينطرح لل يعني كل ثغرة وهفوة والله للعبادي مباشر زين اذا هو ما حتسامع له ما حتسامع له الرجل يعني هو وصل الى هذه المرحلة يبدو لي انه ما حتسامع له يعني ما تعتقد من حقه يطلع هذا الشكل بالعلام ويحتي ايضا يعني هو مطلوب من السيد العبادي ان يفتح الباب امام هؤلاء امام رئيس الجبهة التركمانية امام رئيس مجلس المحافظة الفلانية سواء بديالة ولا بصلاح الدين حتى لا تكثر هذه الامور تأخذ انطباع وكأنه صوت المجالس المحلية بالمحافظات يبدو لا يصل للمركز هكذا تعطى انطباع وهذا الامر يعيدنا الى يعني مربع اخر ربما خلفي يعني رجعنا الى الخلف انه لعدهاية كلها حلقات زائدة انت يا ابو مجلس المحافظة اذا على كل شيء نبص لي وكذا وتطرح للامور سواء بالعلام ولا بالمراسلات لسيد العبادي اذا وين حلقة الوصل بينك وبين المركز طيب الانتخابات الانتخابات شنو مصيرها يعني الان احنا من بداية الحلقة حتشينا عن صلاح الدين واجتياح داعش حتشينا عن كركوك ومطالبات منشر الجيش وهسا دا نتكلم عن ديالة وعن الوضع اللي بيها اليوم المواطن العراقي يسأل بكل صراحة احنا شو رح نسوي انتخابات ماشية بشكل صحيح وآلية ماشية بدون اي تدخلات وبدون اي مشاكل هذه معطيات خطيرة جدا هو حتى لا يعطى الانطباع انه فقط على المناطق اللي يعني تم تحريرها من داعش او على المناطق ذات الاغلبية السنية ليش انت يعني بالعمارة وبالناصرية وبالبصرة امام هذا الانفلات للسلاح والاقتتال ما بين العشائر قل لي هناك شلون همين يصحلوا للعبادة والله تعال هذا الآن هذه الخطوات بموضوع نزع السلاح في محافظة البصرة خطوة ايجابية من قبل القوات الامنية والحكومية ايضا بوجود او باشراف العبادة هذه المحافظات يعني تخضع لنفس هذا الميزان يعني ان اختلفت درجة الخطورة في هذه المنطقة او تلك ولكن يبدو في اكثر من محافظة توجد ثغرة او توجد هفوة او توجد مجال لا سمح الله للاختراق من خلال عدم تحقيق او تمكن هذه المفردات اللي يجب ان تتوفر طيب باختصار شديد جدا كلمة واحدة احنا رح اللحق انحل كل هذه المشاكل على الاقل كحكومة عراقية رح تلحق انحلها قبل الانتخابات والله من الصعب صعب جدا طيب الخبير الاستراتيجي والبحث في الشأن العراقي الاستاذ رعد هاشم شكرا جزيلا على حضورك اعزائنا مشاهدين وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم انا محدثكم محمد الادهمي الى اللقاء اشتركوا في القناة